اشتركوا في القناة في مبادئ دولة المؤسسات والقانون وترجمة لرؤية جلالة الملك المفدى سعت مملكة البحرين على الدوام الى تطوير البنية التشريعية والمؤسساتية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومكنت المبادرات التي تبنتها المملكة من الوصول الى مراكز متقدمة دوليا مواصلة تحقيقها الفئة الاولى بتقرير وزارة الخارجية الامريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص كدولة وحيدة في المنطقة تتبوأ هذه المرتبة لتحقيقها المتطلبات الدولية مبادرات نوعية متعددة قامت بها الحكومة كإنشاء نظام الاحالة الوطني الذي يهدف الى تعزيز اجراءات مكافحة الاتجار بالاشخاص ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعد اول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والارشادية للعمالة الوافدة فضلا عن تأسيس المملكة لصندوق دعم الضحايا الى جانب قرار انشاء نيابة الاتجار بالاشخاص لتختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون وقد عززت البحرين جهودها الدولية من خلال الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتخذت خطوات فعالة في مجال اصلاح نظام الكفالة بالعمل على تقديم برامج يسمح لبعض العمال غير الحاملين للوثائق بحماية انفسهم واطلاقها عقود عمل ثلاثية موحدة للعمال المنزليين هذه الجهود المؤسسية والتشريعات الوطنية التي عاملت مملكة البحرين على ترسيخها بهدف مكافحة الاتجار بالبشر تؤكد على ما توليه المملكة من اهتمام كبير لمكافحة هذا الشكل الخطير من الجرائم وانتهاك حقوق الانسان ومواصلة البناء على ما حققته طوال السنوات الماضية